من أكبر الكبائر والزنوب اللي ممكن أي بن قدم يعملها في حياته إنه يكون عاق لأبو وأمه يعني مش موطيع ليهم في طلباتهم أو بيعملهم معاملة وحشة عشان كده جزء من مورثنا وثقافتنا ماقولها بتقول إيه؟ تلوها حتى كتبنا على الميكروبوسات كده رضا الرب من رضا الأب بس أنا تعلمت هنا في البرنامج من القصص المأساوية اللي بتجيلنا غيرها طبعا من القصص كتير اللي بنشوفها يوميا وبنسمع عنها في الحياة إنه زي ما فيه عقوق أبناء فيه برضو عقوق أباء اللي يخلف طفل صغير مش فاهم حاجة لسه في الدنيا ما اخترش إنه ييجي الحياة بإرادته يبقى هدله معاه ويأثر في تربيته وعلاجه وتعليمه يبقى أبعق اللي ما لهاش كده ويحسبها كويس قبل ما يجيب الدنيا طفل جديد ملوش حول ولا قوة في الظروف هو عارف كويس قوي إنها هتكون صعبة عليه جايب ويبهدله وهيتظلم في الظروف دي ومش هيتربك كويس بحجة إنه كل عائل ما يجي برزقه يبقى أبعق اللي بيهتم إنه هو يصرف على كيفه على ساعاته وشهواته خلص كل فلوسه على المخدرات ويأثر في علاج عياله منهم بنته المريضة ما يرداش حتى أعملها عليك طبيعي ده أبعق ولبتصرف على أولادها الرجالة اللي قاعدين في البيت لشغل ولا مشغلها ما بيعملوش حاجة عشان تسعيدهم يشربوا ويبسطوا بس لما تشوف بنتها المريضة معها فلوس عما لا بتحوش حبيبتي عشان تعمل عملية تروح تاخدها منها تبقى أم عاق واللي توافق إن جوزها يحولها لوسيلة إنه يتخلف والطوعه يخلف ويرمي ويعرفة إن عيالها هيبهدله تبقى شريكة في جريمة زي دي نزعلوش مني بس لو كان العيل بيجي برزقه زي ما بيقولوا فإحنا عندنا أكتر من 2 مليون طفل بيتولدوا في السنة كل 13 سنية في طفل جديد بينزل الدنيا كان المفروض نبقى أغنى دولة في العالم بس ده صعب يتحقق وفي ناس فهمة إنه كل طفل هيجي برزقه مروة أنا موافقكي جدا إنه العيشة صعبة ومتعبة ونفسيتك هتبقى وحشة ومش سهلة على أي بنت بس اختلفت معاكي في حاجة في جملة إنه ماليش حظ جايز تكوني دلوقتي فأصعب جزء في حياتك أو في الحكاية اللي حكتيها بس مين قال إن الحكاية هتخلص على كده مين قال إنه مفيش بكرة عوض وجزاء وكرم مع الصبر ده شفت في حكايتك على قد واجعك إنك شطورة وعبقرية وعملة بتعفري واتعلمت الإلهة والكتابة لوحدك قدرت الجماعي 40 ألف جنيه حتى لو بالسلف الناس صدقت إن أنت واحدة أمينة ويدوها الفلوس بتروحي الكذا دكتور وبتسألي وبتشوفي بتحاولي توصلي هتوصلي إن شاء الله زي ما فيه إخوات مش حاسين بالمسؤولية عايزين ليصرف عليهم ربنا إدكي رزق أختحنينا وقفة جنبك وبتسندك وتقويك عملة تحوش معاكي أنا بس مش قادرة أقبل فكرة من أنت تشوفي إنه حتى لو كان باباكي عمل كل ده إنه هو وحش كده حتى لو هو وحش وفي سنين كتير عدت خلاص بقى وبهدلتي فيها معلش ده باباكي اللي حصل حصل لازم تسامحي تتصلحي مع اللي عمله مش عشانه هو في مكان تاني بس عشانك أنت عشان ما تتعقديش في حياتك أو تشوفي إن الرجالة كلها وحشة أو إن الناس كلها زيه قولي إنه ممكن يكون مش فاهم ملقاش حد يفاهمه أو فاهم غلط تربى غلط فاهم غلط نفس غلط يدعي له معلش وسمعتي كمان معي نصايح دكتور أحمد في الفقرة اللي فاتت هو أنا تكلمت معاكي دلوقتي فرحون بيكي وربنا هيكرمك وإن بعد الصبر جبر هتشوفي ومستنيك تبعتيلي رسالة جديدة وتقوليلي إنك قدرت تعملي كل ده وعملتي العملية وقدرت تكملي تعليمك كمان مش كفاية الإراءة والكتابة هستنى من كل اللي اتفرجوا علينا وسموا قصة مروة أنا هسألكوا بس على جملة واحدة وهو ده اللي أنا مستنيه يشوفه على السوشيل ميديا هل فعلا في حاجة اسمها هنخلفه خلاص والعايل بيجي برزقه طب بنعملها في عايل في اتنين بنعملها في خمستاشر كل واحد بيجي برزقه بعتولنا على فيسبوك وتويتر وإنستجرام وواتساب قولونا هل العايل بيجي برزقه ونخلفه خلاص طب في مرة ما جاش برزقه ده ما بيقوله بعتولي وقلولي مستنياكوا واستنى كل قصصكم هنا في قصة حقيقية بس تكون قصة حقيقية باي باي